اشتركوا في القناة في حكم الزمان كان هناك قرد حكيم يتزعم مجموعة من القردة في أحد الأدغال كانت القردة تحت أمرته فهي تحترم وتأخذ مشورته وتطلب عونه لكنه حين صار عجوزا وضعيفا هجمه قرد شاد من أتباعه فهزمه وأخذ مكانه لجأ القرد الحكيم إلى أصدقائه القدماء ليساعدوه كي يستعيد مكانه لكنهم تهربوا منه وأنكروا أي تصلة بينه وبينهم فقرر الرحيل إلى مكان بعيد عنهم بعد بحث عثر القرد على شجرة تين فوق جدول ماء فاختارها بيتا له كل يوم يأكل من ثمرها ويشرب من ماء الجدول تحتها من دون حناب ما ضمن له أن يعيش أيامه الأخيرة في هناء قرر القرد الحكيم أن لا يصادق أحداً بعدما لقاه من رفاقه وأهله وأنه لن يصادق إلا شجرته وجدوله مضت أيام هادئة نعم القرد خلالها بالراحة والطمأنينة لكنه بدأ يمر بأوقات حزينة فلا يجد حوله من يواسيه أو يسليه وبدأ يشعر بالضجر ويتمنى أن يتبادل الحديث مع أي كائن يسمع ويوجي لكن لم يكن حوله إلا الشجر والحجر ذات يوم كان هناك غيلم يسبح في الجدول فاقترب من شجرة التين ونظر إلى أغصانها المثقلة بالفاكهة فهم القرد المتعلق بأغصان الشجرة أن الغيلم جائع فأشفق عليه ورمى له ثمرة تين ناضجة سارع الغيلم إلى التهام الثمرة ورفع رأسه في انتظار أخرى فرمى القرد تين جديدة نادى الغيلم هل من أحد في شجرة التين فأجاب القرد نعم نعم قرد عجوز مسكين أطل القرد من بين الأوراق ودار بينه وبين الغيلم حوار فاستأنس كلاهما بالآخر واتفقا أن يلتقيا في الغد في الزمان والمكان نفسهما ليلعبا ويتسامره كان الغيلم يعيش في جزيرة صغيرة مع زوجته وأولاده الصغار كانت زوجته غيورة ماكرة ولا تحب أن يبتعد زوجها عن بيته لذلك حين عاد سألته بلهجة غاضبة أين كنت طوال اليوم فأخبرها الغيلم بما حدث مع القرد وهو سعيد لأنه حصل على صديق حكيم مثله عاد الغيلم في اليوم التالي إلى القرد الحكيم فرمى له ثمار التين أكل الغيلم وشبع ثم تبادل مع القرد الأحاديث عن الخيانة والوفاء والصداقة والأصدقاء تكررت لقاءات الاثنين حتى صارا لا يفوتان يوما من دون أن يلتقيا شعر القرد بقلبه منتحشا وروحه مقبل على الحياة بسبب صداقته مع الغيلم كذلك تبدلت حياة الغيلم وأصبح يقضي نصف وقته مع القرد والنصف الثاني يقضي في التحدث عنه لزوجته وأولاده تضايقت زوجة الغيلم من غياب زوجها الدائم عن البيت وقلة اهتمامه بها وبصغارهما شعرت بالغير من القرد لأنه استولى على اهتمام زوجها ووقته ففكرت في خطة لإنهاء هذه الصداقة كان الغيلم يستعد لزيارة القرد ذات صباح فصدر أنينو آخ 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 من أنينو من زوجته وصياح سأل الغيلم زوجته ما بكي لما تبكين أجابت الزوجة آخ 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 أنا مريضة مريضة وجسمي كله يؤلمني سألها هل أحضروا لك الطبيب أجابت لا لا سأكون بخير بعد قليل اذهب اذهب أنت إلى صديقك القرد ولا تقلق علي غادر الغيلم وأمضى معظم وقته مع القرد مثل بقية الأيام وحين عاد رأى زوجته وقد اشتدت عليها الألام سارع يطمئن عليها ويعرض عليها إحضار الطبيب فقالت له جاءت أمي لزيارتي واستدعت لي الطبيب فقال إنني أحتضر أوسك بالصغارنا اعتني بهم دمعت عينال غيلا من التأثر وأمسك يد زوجته ثم سألها ألم يخبرك الطبيب بدواء لمرضك هذا قالت زوجة الغيلم بصوت هامس بل قال إن دوائي هو أن آكله أن آكله قلب قرد ولكن من أين لنا بقلب قرد ورأيكم أليست حيلة ماكرة ماذا سيفعل الغيلم الآن؟ هل سيحضر قلب قرد ليعالج به زوجته وينقذها من الموت؟ هل تعرفون؟ أم إياي تسألون؟ وأنا أيضا سوف أسأل الصندوق يقول الصندوق صعق الغيلم من هذا الدواء وغرق في صمته رخضت زوجة الغيلم أياما في السرير تدعي آلاما شديدة صار صغارها يبكون ويتوسلون إلى أبيهم أن يحضر الدواء لأمهم لتتعافى من جديد مضى الغيلم إلى القرد حزينا وفي الطريق فكر في طريقة لإحضار صديقه إلى بيته وقتله وأخذ قلبه وصل الغيلم إلى شجرة التين فأقبل القرد يرمي له الثمر ثم بعد سلام وكلام قال الغيلم طبعا حدثت عائلتي عنك حتى أحبتك وأطفالي يطلبون كل يوم رؤيتك وزوجتي ستعد لك كعكة لذيدة فما رأيك أن تزورني اليوم؟ سأل القرد وكيف أزورك؟ وبيتك في جزيرة صغيرة محطة بالماء؟ أجاب الغيلم سأحملك فوق ظهري وأصبح في المياه حتى تصل إلى بيتي فوق الجزيرة وافق القرد على الفكرة فركب فوق ظهري الغيلم وانطلقاه نحو الجزيرة الصغيرة في الطريق شعر الغيلم بالحزن لأنه خدع صديقه القرد فبقي صامدا لحظ القرد الأمر فسأله ما بالك يا صديق الغيلم؟ ما لي أراك حزينا؟ تناهد الغيلم وقال هناك أمر أخفيه عنك وأنا آسف لما أفعله لكنني مضطر سأل القرد ماذا تقصد؟ مضطر إلى ماذا؟ أجاب الغيلم زوجتي مريضا للغاية وشفاءها الوحيد هو قلب قرد فهم القرد الحكيم الخدعة وعرف أن الغيلم سيقتله ليطئم قلبه لزوجته كان القرد وسط المياه وهو لا يعرف السباحة فلا يمكنه القفز ولن يستطيع متابعة الطريق مع الغيلم وفي مثل هذه المواقف العصيبة يلجأ القرد إلى حكمته وخبرته في الحياة لم يبدل قرد أي توتر أو ارتياب بل حفظ على هدوئه وابتسامته ثم قال بلهجة العتاب سامحك الله أيها الصديق لماذا من تخبرني بمرض زوجتك منذ البداية؟ لماذا من تخبرني أنك تريد قلب قرد؟ توقف الغيلم عن السباحة وسأل لماذا تعاتبني؟ ما الأمر؟ أجاب القرد يا صديقي نحن القرد عندما نذهب في زيارة إلى صديق نترك قلوبنا في بيوتنا لو كنت أعرف حال زوجتك لأحضرت قلبي معي من فوق الشجرة تعجب الغيلم من هذه الحكاية وندم لأنه لم يفاتح القرد منذ البداية فهم القرد أنه نجح في خداع الغيلم فأضاف أعدني إلى الشجرة ليحضر قلبي ونأخذه معا لزوجتك عافاها الله استدار الغيلم مرتاحا لأن القرد لم يمانع في إعطاء قلبه وحين وصل القرد إلى شجرة التين تسلقها وسعد إلى أغصانها انتظره الغيلم لكن حين طال انتظاره نداه أيها الصديق أيها أنت لقد تأخرنا ضحك القرد وقال أتصدق أنني سأصحبك بعدما اكتشفت أنك تريد قتلي وإطعام قلبي لزوجتك ارحل من هنا ولا تعد أبدا منذ ذلك اليوم والقرد الحكيم يمضي وقته وحده يحذر كل ما يقترب منه ولا يتخذ صديقا أو رفيقا وأنا يوم ذاك كنت مارا هناك سمعت ورأيت ولكم حكيت وطار الطير تصبحون على الفخير ترجمة نانسي قنقر